بين الرضا الخجول والخوف من الموقف الصريح والدعوة العلنية للإضراب تتأرجح مواقف الاتحادات النقابية والعمالية من قرار الحكومة الأخير لتصحيح الأجور ما دفع ببعضها للتحدث عن نوع من الإرباك في صفوف القيادة النقابية ما قد يضاعف القدرة على تحقيق كل المطالب المرجوة حتى اللي نبسط الأمور من عقدها في حدا طالب ستين اجياء أربعين مقبل بده ستين حقه هو مطلب محق بس مش معناته أنه غيره على خطأ لحطاني خطأه وفن نسعى نهار التنعين رح يجتمع المجلس التنفيذي رح يعين الموعد وإذا فيه إرباك نبقى منشوف الاتحاد العمالي العام أوحى أن موعد الإضراب لن يكون قبل 15 يوما بعكس هيئة التنصيق النقابية التي حدثت الخامس عشر من الجاري موعدا للتظاهر أنا بعتقد أنه الإضراب اللي بده يحدده الاتحاد العمالي العام وفقا للألية اللي منشتغل فيها ما بيتجاوز 15-16-17 يوم يعني من تاريخ إنعاقاد الاجتماع أنا رأيي الاتحاد العمالي العام قد يذهب إلى أضرابات مؤجلة أو أضرابات قطاعية غير مؤسرة ما نستحي كتير مواصم الاتحادات النقابية تابعة لأحزاب سياسي موجودة وشاركة بقرار مجلس وزارات تترين حتى تزال على الشارع هيئة التنصيق النقابية التي اجتمعت في لبريستول مع اتحاد المؤسسات التربوية والمدارس الخاصة للبحث في المرحلة المقبلة استغربت مواقف الاتحاد العمالي العام لا يوجد أي تنسيقبين هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام وأنا هنا سأ düضع شغلة إذا ما في تنسيقبين هيئة التنسيق والاتحاد العمالي العام مش معنات الحركة النقابية مقصومة كنا عم نحاول نوحد الحركة ما اقدرنا أنا أتمنى أن قيات الاتحاد العمالي العام ترفض هذا المشروع مش بالحكي بالفعل على الأرض لأنه العمال كتير مستقين هالمرة صيغة المرصوم هتجي بصيرة قرونية أنه ما تراد من مجل الشورة الدولة يعني ما رح يكون بنفس الغلطة وبعدين أنا رأيي أنه يجب أن لا تؤجر عملية تصحيح الأجور أكثر من ذلك وتاخد حكي بالموضوع كل ما أخذت حكي ومطت بالموضوع عم يدفع تمنى المواطن بالغلاء وبالتضخم اللي عم يحصل قبل ما يحصل على زيادة لا شك في أن التباعد الحاصل بين هيئة التنسيق النقبية والاتحاد العملي العام يؤثر سلبا على قضية الأجور وبحسب المعلومات فإن اجتماعا سيضم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهيئة التنسيق النقبية وروابط التعليم المهني والأساتذة الجامعيين وموظفي الدولة في السراي الحكومي يوم الأحد لدرس إمكان التوصل إلى حلول قبل يوم الخميس المقبل وهذا ما تأمله كل النقبات وإلا فالإضراب على الأبواب